اللي بيتابع أخبار التكنولوجيا على مدار الأسبوع اللي فات هيلحظ إن فيه كلام ودوشة كبيرة جدا عن إيلون ماسك وعن تويتر طبعا إيلون ماسك أشهر من نارة على العالم الرجل أغنى رجل في العالم ونط اللي مركزه على قمة هرم المليارديرات في العالم في فترة صغيرة جدا في أقل من سنة كان نط من ملياردير متوسط عنده 27 مليار دولار قمته طبعا مش مع فلوس كاش يعني نتيجة السمو في الشركات اللي هو ساعد في إنشاءها نط من 27 مليار في أوائل 2020 وباع على آخر 2021 أغنى راجل في العالم عنده ممتلكات حصص في شركات تخلي ثروته تربه على 300 مليار دولار فأعلى نقطة لها يا دلوقتي في حدود ما بين الـ 250 وـ 270 طبعا ثروة إيلون ماسكر رهيبة دي زي ما قلنا مش فلوس لكنها ثلاثة رباحة جاية من أسهمه في شركة تيسلا اللي هو بيدعي إنه هو شارك في إنشاءها من اللحظة الأولى وإن كان الناس بيقولوا لا ده هو انضم للشركة بعد إنشاءها بسألة بس أيا كان هو كان فيه اتفاق بينه وبين مجلس إدارة الشركة ومجلس الأمناء ككل إنه ما ياخدش مرتب خلص من الشركة لكن مع تحقيق إنجازات معينة في الشركة ييبقى عنده فرصة إن هو يشتري أسهم في الشركة بأسعار أقل بكتير من الأسعار اللي وصلت له وبالتالي قدر يزود ممتلكاته جوا الشركة ويبقى معاه أسهم كتير في الشركة تمكنه من وضعه المالي الضخم ده ولو ماسك مش بس من أهم أسباب نجاحه هي شركة تيسلا العملاقة اللي هي بايونير ورائدة السيارات الكهربائية في العالم ولو كمان عنده الشركة الرائدة سباس اكس اللي حققت نجاحات في مجال الفضاء مسهلة وناس دلوقتي بتعتمد عليها في مهمات كتير جدا اللي هو عمل السواريخ اللي ممكن يتم إعادة استخدامها السواريخ بتقوم بمهمات في الفضاء بتوصل إمار صناعية وترجع تاني ويتم استخدامها كزمار وده وفر كتير جدا في مصاريف النقل الفضائي وعنده الشركة الرائدة التانية اللي هي البورينج اللي عاوية تعمل وسيلة نقلك دي اسمها الهايبرلوب ودي بيحفروا في أعمق كبيرة جدا عشان يبقى فيها شبكة سكك حديد بتوصل المدن في أوقات قليلة جدا بس لسه مشروع في أوله وعنده طبعا الشركة الرائدة التانية اللي هي النيورالينك اللي بيشوف عاوز يحط شبات جوه العقل البشري عشان ترفع من جدارة البن قدمين في المستقبل غير طبعا شركة الارتفيشل انتليجنس اوبن اي اي وغيرها يعني الراجل ما بيونش شغال في كل حتة وبيستثمر بغزارة وبرغم كل الإنجازات في عالم الاقتصاد والتكنولوجيا إن الراجل مش مكتفق كده عاوز كمان يكون له دور في صياغة الوعي البشري في ازاي البشر بتتكلم مع بعض وازاي الحكومات بتتصرف وازاي البشر هتقدمه في المستقبل وعشان كده ليه وجود يعني قوي جدا على منصات التواصل الاجتماعي خصوصا بيته الاهم تويتر ليه عليه 80 مليون مشترك تويتر رغم حجمها الصغير اللي ما يجيش يعني نقطة في بحر فيسبوك كفية نعرف إن المستخدمين اليوميين ما يزدوش عن 200 مليون يعني 200 مليون وشوية والشهريين ما يزدوش عن 400 وشوية مليون إلا إن تويتر بصغته وشكله دايما المنصة المفضلة للأشهر والأغنى في العالم والصحفيين ما فيوش بقى الدوشة والالجوريزم اللي بيدعو للبقاء على المنصة الأطول فترة ممكنة زي فيسبوك فالناس اللي كارهين الدوشة ومش عاوزين نضيع وقتهم أو عاوزين يقولوا اللي عرفهم أخوهم في أثر وقت ممكن هتلاقيهم على تويتر ودليل نفوز تويتر في عالم السوشيال ميديا كان برضو البيتر مفضلة لوحد زي دونالد ترامب ولكل طبقات السياسة والصحفيين في العالم لكن مع بداية أحداث السادس من يناير 2021 ومن قبلها بشوية ومنصات السوشيال ميديا في الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تداية الخناء والمودوريشن يزيد شوية طبعا اللي ما يعرفش تاريخ السوشيال ميديا والقوانين اللي بتنظمها كل ده بيرجع لفقرة في القانون الأمريكي اسمها Section 230 دي تعملت أيام إدارة بيل كلينتون ودي بتنظم الحدود الجنائية والقانونية للسوشيال ميديا وفيها نقطتين أساسيتين أو محوريتين الأولانية أنها بتحمي مواقع السوشيال ميديا من أنها تكون مسؤولة عن المحتوى اللي بتكتب عليها اللي الشركة مش مطلعة نهاية داتي إحنا منصة التواصل الاجتماعي وفيه أعضاء دخلوا كتبوا محتوى يجرموا القانون يترفع على الشخص ده القضية ما ترفعش على الشركة أو المنصة اللي تحط عليها الكلام ده فده أول جزء إديهم جرأة إن هم يفتحوا المجال للبشر إن هم يكتبوا عليها والفكرة اللي بعدها كمان بقى أقوى وأهم إن هو إديهم حق إن هم يمرسوا الرقابة مدام زي ما بيقولوا يعني مدام نواياها حسنة والرقابة دي تسمح لهم إن هم يشيلوا المحتوى الجنسي أو اللي ممكن بيتهم بالباطل أشخاص آخرين أو بيروج الأخبار كاسبة فالسكشن 230 ده بيدي قوة جمدة جداً لمنصات التواصل الاجتماعي إن هم يسيبوا اللي هم عاوزينه يتكلم يتكلم واللي شايفين كلامه في مشاكل إن هم يتدخلوا ويقصوا الكلام ده لكن في الأغلب العام معظم شركات السوشيال ميديا ما كانوش بيلجأوا لاستخدام قدراتهم دي في الرقابة قوي إنما لما بدأ الضغط المجتمع يزيد حوالين طبعاً انتخابات نوفمبر 2020 الرئاسية وأحداث 6 يناير اضطرت الشركات بقى أنها تتدخل ويشيلوا أكاونتات الناس اللي بتعمل شغب أو بتعمل إثارة للعنف في المجتمع وأشارهم طبعاً كان دونالد ترامب اللي اتمنع نهائياً منع منصة تويتر ولفترة طويلة على منصة فيسبوك لكن إلون ماسك بقى كان ليه رأية تاني هو شايف إن تويتر دي هي أحسن وأفضل منصة من وجهة نظره لكنه ما كانش عاجبه الرقابة المتزيدة عليها كان في الأول كده ساعة يقولك طبعاً عاوز أعمل منصة تانية عاوز حرية أكبر وبنقلق أن هبدأ من الصفر وبدأ فعلاً خطته الخبيثة السرية في أن هو يشتري أسهم من تويتر قدر يرفع أسهم الشركة الخمسة في المية على أول السنة وعلى آخر ميرس كده قدر يرفعها من خمسة في المية لتسعة في المية وكل ده طبعاً شغال في السكراتة وفي الهدوء ليه؟ عشان هو مفروض أول ما يعدل خمسة في المية يبعت للأس إي سي ودي هيئة الأسواك والأوراق المالية الأمريكية واللي بتشرف إن ما يباش فيه نوع من الغش ولا التدليس في العمليات التجارية الأمريكية خصوصاً جوا البورصة فمفروض لما شخص أسهمه في شركة كبيرة متدولة تزيد فوق الخمسة في المية مفروض يبلغ الهيئة دي في غضون عشر تيام لكن إيلون ماسك طنش لسبب مهم جداً إنه عارف إن لو تعرف للعلن إنه هو بيشتري الأسهم دي الناس كلها هتجري تشتري سهم تويتر وهيغل عليه فقولك لأ أنا أشتري في السكراتة وهوفر بالطريقة دي مئات الملايين من دولارات وقصد كده ماشي أدفع الغارة ما هتطلع لها إيه يعني عشر عشرين تلاتين مليون دولار وصاد المكسب الضخم اللي أنا حققته ولما تم الإعلان للعلن بقى عن شراء إيلون ماسك للأسهم بتاعة تويتر اللي خلته عنده 9% من الأسهم وبقى أكبر شيرر أكبر مساهم في تويتر طبيعي إن سعر السهم عالي في اليوم اللي تم الإعلان في ده اللي هو كان في أول أربعة أظن أربعة أربعة حاجة زي كده أو اتنين أربعة سعر السهم نطة أكبر نطة ليه في يوم واحد من ساعة ما الشركة بقيت متاحة للتداول تقريبا في 2013 فاليوم ده نطة نطة كبيرة جدا لدرجة إن شراء الأسهم زاد جدا لدرجة إن ما فيش كام يوم وشركة الاستثمار الضخمة المهولة ليه يا فانجارد اشترت من أسهم تويتر كمية ضخمة لدرجة إنهم أعد إيلون ماسك يعني إيلون ماسك كان أكتر واحد بتسعة أو شوية في المية هم عدوب أو عشرة في المية وإيلون ماسك بتجمعه حلاقات كويسة جدا بالناس اللي جوا تويتر سواء بجاك دورسي اللي هو المؤسس الشهير لتويتر واللي كان رئيس مجلس الإدارة لغاية فترة قريبة أو للرئيس الموجود حاليا اللي هو باراج أجراوال وبالفعل رحبوا بيه وقالوا له أهلا بيك وتعالى بقى في مجلس إدارة تويتر اللي كورسي انت بقيت دوقتي أكبر مساهم عندنا والرجل كان مرحب في الأول وقال ماشي لكن بعد ما عارف بقى التفاصيل نتيجة انضمامه والمجلس الإدارة أهم تفاصيلة فيهم إن نسبته في الشركة ما تزدش في أي وقت من الأوقات عن 15% قال لا ربنا يسهل لكم وزي أي حد وصك من نفسه مغرور بسلطته وماله بدأ يهاجم تويتر يعني يا دوبك مفيش شاري الأسهم في أول أربعة مفيش أسبوعين أقل من أسبوعين كمان وبدأ يهاجم تويتر بضراوة الأول بدأ يقول إيه أنا عندي بعض اقتراحات للشركة بإني بقيت من أكبر حملة الأسهم فيها يعني مثلا عاوزين نحط edit button في الشركة آه طبعا دا احنا بنفكر في الموضوع دا وإن شاء الله هيجي في edit button أنت عرف تعمل إعادة تحرير للتويتر اللي أنت حطتها بل كده حلو لكنه بقى بدأ يزهود المواضيع أنا والله شايف إن الشركة يعني إيه متسهل قوي مع الناس اللي شغالة فيها ومش مشغلين المقر بتاعها فاحنا نقلبه مقر لقواء الفقراء واللي ملهمش بيوت الهوملس في المدينة طبعا دا نوع من السخرية من تويتر وبدأ يهاجم السياسة التحريرية بتاعت الموقع في حملات متصعدة والناس جوا تويتر ميجوش فيهمين الرجل دا في إيه ميلو كده يعني مش عارفين طبعا إن غيزوا إنه مش عاوزين يدخل في مجلس إدارة غير بالشرط دا شرط 15% والرجل عنده بقى طموحات خبيثة أكبر بكتير منه هو مجرد إبعاضه في تويتر وبالفعل إيهوم ماسك أعلن عن نواياه يوم الخميس اللي فات 14 إبريل وبعت للأس إي سي اللي هي هيئة الأسواق والأوراق المالية الأمريكية وبعت للتويتر بيقول لهم أنا عاوز أشتري تويتر كلها 100% من الأسهم بتاعتها ومستعدة يدفع فيه السهم الواحد 54 دولار بوينت 2 54 دولار وعشرين سنت وده طبعا سعر أعلى من السعر الرسمي المتداول لأسهم تويتر بيقول والله أنا شايف إن أنا هاخد تويتر لمكان أحسن وقال من البداية عشان أعرف إن عرضه هترفض قال لنا رأيي إن اللي ياخد الكرار ده هم حاملة الأسهم ذات نفسها عشان أنا هرفع لهم من قيمة الأسهم بتاعتهم بحوالي من 38% لـ 50% من قيمتها المتداولة في البورسة فهم مفروضة اللي ياخدوا الكرار ده وهم أولى بالفلوس دي وأنا هاخد تويتر لمكان أفضل الصفقة اللي قيمتها هتقبأ 43 مليار دولار الناس مش عارفين أصلا اللي هم ماسكا جيب فلوس ها منين أنا قلت قال إن قيمته قيمة صروته معدية 250 مليار دولار لكن دول مش كاش دول أسهم في تسلا هل هيبيع أسهم في تسلا بالرقم الرهيب ده كله عشان يستجي تويتر هل معاه شركاء مش معلن عنهم ما نعرفش لكن إن الأكيد إن العالم التكنوجي حصد فيه بقى نوع من الغضب ومن الثورة إنه إيه ده هو كل واحد مليار دير معه شوية فلوس ممكن يصدر مجالنا الاجتماعي على الإنترنت حتى لو بيقول هدي حريات أكتر هو أي حد معه فلوس يعمل أي حاجة كده طبعا اللي أصبهم الرعب أكتر هما الموظفين اللي جوا تويتر اللي كامل مفهوم طوال الفترة اللي فاتت بقى لهم خلشر معينة وإيثوس معينة هما تحت جاك دورسي كانوا رايحين ناحية اليسار أكتر آراءهم لبرالية يسارية أكتر ضد اليمين ضد المحافظين فهو يحب بقى زي إيلون ماسك راجل رأسمالي من التراز الأول ممكن يجي يدمر لهم الثقافة دي ممكن يجبرهم على حاجات ممكن يطردهم أصلا ممكن يغير شكل المنصة الناس اللي على تويتر ذات نفسهم خايفين من تغيير شكل الأجواء اللي احنا ما تعودين عليها في تويتر دي ممكن تتغير وإلى الأبد مجلس إدارة الشركة ذات نفسهم كانوا مخنوقين جدا منه المستثمرين في الشركة بدأوا يتكلموا طبعا فان جارد اللي قلت اللي هي بقت أكبر مستثمر قعدة بتبص من بر طبعاً هم أكتر ناس هيكسبوا فلوس لو إيلون ماسك اشترى الشركة لكن بيبقى في حسابات تانية المنصة مستقبلها واعد بس يعني كذا مجلس إدارة جمع وربعض بالذات بتاع جاك دورسي ما قدروش يستغلوا إمكانيات وشعبية تويتر في أنهم يلموا فلوس أكتر أو أنهم ما يزودوا عدد المشتركين اللي قال اللي أكتر اللي تكلموا شهرة هو الوليد بن طلال الملياردير السعودي اللي قال لا أنا مش موافق على الصفقة دي أنا شايف أن تويتر قيمتها أكبر من كده بكتير وراح إلون ماسك دخل حفل عليه وقالوا أنت أصلا معك قديم الشركة معك كثير على فكرة بس طبعا أقل من إلون ماسك وكمان إيه حرية رأيه لأنت بتتكلم عليها ولا بدفع عنها شوف أنت أصلا جاي منين يعني نوع من البلطجة أو الشيمينج اللي مشهور بيهم إلون ماسك اللي عنده القدرة والبجاحة وعدم الاهتمام الكافي أنه يخرج من المواضيع وأنه يحفل عن الناس يعني أنت حفل على كمية بشر بالعبيد حفل على بيرني ساندرز اللي هو من الشخصات المحبوبة جدا في أمريكا بالذات عند الطبقة العاملة والطبقة المتوسطة حفل على كل وأي حد من غير ما يفرق معاه مجلس إدارة تويتر بقى اجتمعهم الجمعة وشافوا إيه الإمكانيات المختلفة اللي ممكن يعملوها عشان يمنعوا الاستحواز الجابري بتاع إيلون ماسك لأنه آه صحيح بيقول أنا بعرض لكم شراء الشركة لكنه لو موافقوش مجلس إدارة لو موافقش ممكن ينزل سوق البورصة ويبدأ يشتري الأسهم من كل الناس ومن حملة الأسهم غزبا عن الشركة يعرض عليهم سعر كبير ويشتري الأسهم يرفع نسبته الـ 50% وبعد كده يسيطر على مجلس الإدارة ويشتري الشركة كلها زي ما هو عيوس لكن كان فيه بقى حل عند مجلس إدارة الشركة حل بعد عباقرة الابتصاد طلعوا في التمنينات في أمريكا لما بقى فيه مليارديرات وحوش تايكونز بدأوا يسيطروا على الشركات حل في أمريكا بيسموه الـ Poison Pill وده حل عبقري القوانين الأمريكية بتسمح به بيقولك الشركات المتداورة في البورصة لما تلاقي إن فيه استحواز جابرة يحصل عليها بيبقى من حقهم طرح أسهم ومنحها لـ Shareholders أو حملة أسهم معينين بأسعار تفضلية زي كده ما قلنا إن قلوم ماسك من حقه إنه يشتري أسهم تيسلا بأسعار تفضلية لو حقق لها إنكازات معينة فمن حق الشركة اللي هي تويتر إن هي تطرح أسهم زيادة وتسمح لحملة أسهم معينين وطبعا مش هيبه منهم إلون ماسك إن هم يشتروا الأسهم دي يعني إيه مش فاهمين يعني هم قرروا وطلعوا القرار دا للعالم خلاص إن لو إلون ماسك نسبته في الشركة زادت عن 15% هيغرقوا السوق بأسهم تويتر هيصدروا عدد ضخم جدا جدا من الأسهم وهيدوها لشيرهولدرز معينين فإيه اللي هيحصل لو إلون ماسك دلوقتي نسبته الأسهم اللي هو شريعة 9% لما يترحوا الأسهم دي بغزارة ممكن تقل الـ 1% ولو إلون ماسك عاوز بقى يشتري الأسهم اللي نزلت في السوق زيادة دي من الناس اللي اشتروها اللي هم أدوها لهم اللي هم مثلا يقولوا مثلا حملت الأسهم اللي بقى لهم 10 سنين مثلا معين أو 5 سنين هم دول بس اللي من حقهم يشتروا الأسهم الجديدة لو قلنا إن إلون ماسك هيجري بقى في السوق عشان يشتري الأسهم الجديدة دي هتكلفهم مبالغ رهيبة يعني لو مثلا كان يشتري مليون سهم هيبقى قدامه دلوقتي يشتري 10 مليون سهم مبالغ ضخمة حتى أغنى الرجل في العالم اللي هو إلون ماسك مش هيقدر يدفعها فهي فعلا زي ما بيقولوا إيه poison pill أو القرس المسموم اللي يفسد أي صفقة يطرى بقى إلون ماسك هيعمل إيه كان فيه عنده dead talk اللي هي المنصة المشهورة المؤسسة بتاخد الناس الأنجح في العالم وبتخليهم يلكوا خطبات قدام الناس يعرضا لهم تجاربهم الحياتية أو ينصحهم في مجال تخصصهم إلون ماسك كان موجود يوم الخميس في بريتش كلومبيا في فانكوفر في dead talk حديث من الحديث دي وعلى هامش الحديث ده عمل لقاء مطول مع الناس في TEDx وقال فيها إنه عنده خطة تانية لو مجلس إدارة تويتر رفض عرض الاستحواذ بتاعه ده ومن الحاجات اللي قالها كده سريع إنه هو مثلا ممكن يبيع الأسهم بتاعته كلها فينزل بسعر الشرك وإن كان ده يعني ممكن ما يلجألوش قوي لإنه هيخسره وزاة نفسه ماديا شوية وهيبان في صورة المستسلم أو المهزوم ولوم ماسك بقى عيل قوي في الحاجات دي وما يحبش إنه يبان في المنظر ده هنشوف هو ممكن هيعمليه في المستقبل هنشوف تجارب الأغنية والمليارديرات واستعراضهم بفلوسهم ممكن ياخد العالم لإيه يعني الرأسمالية بتدفع المجتمعات بتتيح فرص شغل بترفع الاقتصاد لكن أحيانا المليارديرات لما يتغروا في نفسهم ممكن يعملوا حركات خطيرة شوي زي ما قلنا ألوم ماسكة هو عاوز ياخد تويتر اللي هي منصة مهمة جدا لحرية الرأي كمان هو مشهور الشركة بتاعته الياس بيس إكس دلوقتي عاد سيطر الإنترنت في العالم عن طريق الفضاء إنه بيطلع أمر صناعي هتتيح الإنترنت من الفضاء وبكده يتفادى ويتجاوز كل السلطات بتاعت الدول على الإنترنت وعلى رقابة الإنترنت يبه هو الشخص الوحيد اللي عنده الكدرة على الرقابة لو عارف طبعا يتيح الخدمات دي بسعر أقل من سعر الحكومات كمان طبعا عندنا واحد زي جيف بيسوس اللي اشترى جريدة الواشنطن بوست العريقة بفلوس الشخصية بالفكة بس ده كل اللي عند النهاردة أحب أسمع أرأكم ومقترحتكم أعملوا تقييم الفواصل الثقافية على اليوتيوب وعلى منصات البوكاست اللي بتسمعوا فيها الحلقات شكرا وأشوفكم على خير الحلقة الجاية مع السلامة اشتركوا في القناة